في هذا الفيديو سنعرض عليكم تصريحات لاعبية المنتخب الجزائري في المنطقة المختلطة التي سبقت بداية الحصة التدريبية الثانية للمنتخب تحذيرا لمباراة الطوق هذا الخميس والبداية بالمدافع أحمد توبة الذي صرح قائلا سعيد بالعودة إلى المنتخب أنا جاهز لتقديم الإضافة وأعرف غالبية اللاعبين الأجواء جيدة داخل التربص ونستهدف الفوز في مواجهتي الطوقو أما بوعناني فقال هو الآخر سعيد بالعودة مجددا إلى الجزائر المنافسة جيدة لنا جميعا ونعلم حجم المسؤولية وجميع اللاعبين جاهزون لتبليل القميس وقال اللاعب الجديد سعدي رضواني التحاق بالمنتخب الوطني جاء بعد توفيق من الله عز وجل والعمل الجدي الذي كنت أبذله في السنوات الأخيرة أتمنى أن أنال ثقة المدرب والجمهور وعن المنافسة مع فرسي قال رضواني لا يهم من يلعب أساسيا بقدر من يقدم الإضافة للمنتخب وأتمنى الشفاء للزامي ليوسف عطال من جهته قال حارس شباب قسنطين أبو حلفية حلمي تحقق بالانضمام إلى المنتخب الوطني وسأواصل العمل الجدي لأتواجد بصفة منتظمة مع الخضر أشكر فريقي شباب قسنطين الذي فتح لأبواب المنتخب الوطني وجاهز لتقديم الإضافة أما الوفيد الجديد لصفوف المنتخب إبراهيم مازا فقال أنا سعيد جدا بالتواجد في المنتخب مع نجوم كبار مثل محرز بن سبعيني وبالرحمة حلمي تحقق والحمد لله أنتظروا لقاء الجمهور الجزائري مضيفا عائلتي من الحراش وكل عام آتي للجزائر لقضاء عطلة الصيف ما رأيكم في ذلك شاركونا بالتعليق أسفل الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد